اعرفنا في الدرس السابق ما هي الكهرباء وان الالكترونيات تهتم بالتحكم بها في هذا الدرس سنتكلم عن كيف يمكن التحكم في مسار التيار الكهربائي بما يطلق عليه الدوائر الكهربائية في البداية من المهم ان تفهم ما هو الجهد الجهد هو مقدار الطاقة الكامنة بين نقطتين في دائرة كهربائية ويقاس الجهد بالفولت ويمكن اعتبار الجهد مثل الضغط الدافع للتيار في البطارية مثلا الجهد هو مقدار الطاقة الكامنة بين النقطتين الموجبة والسالبة اذا وصلنا الطرف الموجب والسالب للبطارية بمصباح كما هو موضح نكون قد عملنا دائرة كهربائية بسيطة حيث يسر التيار من الطرف السالب الى الطرف الموجب يطلق على المصباح هنا الحمل ويمكن ان يستبدل بشيء اخر مثل محرك يجب ان تكون الدائرة مغلقة حتى تعمل بشكل صحيح كما في المثال السابق اذا كان هناك جزء مقطوع من الدائرة يطلق عليها دائرة مفتوحة وينقطع التيار الكهربائي فيها مثل ما هو مبين هنا اذا تم وصل طرفي مصدر كهربائي مباشرة سيكون عندنا ما يطلق عليه بدائرة القصر هناك قاعدة مهمة وهي ان الكهرباء ستتبع المسار الاقل مقاومة ساشرح المقاومة في درس اللاحق ولكن يكفي ان تفهم الان ان السلك النحاسي مقاومته اقل بكثير من المصباح فاذا وصلت طرفي البطارية مباشرة عن طريق اخر سيسري التيار بسرعة شديدة البطارية الصغيرة 1.5 فولت قد تسخن ولكن قد يتسبب ذلك بحريق او انفجار لا سمح الله مع البطارية الاكبر او منافذ الحائط يجب ان تحذر دائما من قصر الدائرة في هذه السلسلة من الدروس كل الشرح سيكون لامور امنة فلا تقلقوا هناك نوعا من التوصيل عند توصيل اكثر من حمل على الدائرة الكهربائية الاول هو التوصيل على التوالي حيث يكون مسار التيار واحد فقط ويمر على جميع الاحمال على التوالي النوع الاخر هو التوصيل على التوازي ويكون هناك اكثر من مسار للتيار هناك فائدة وحالة استخدام لكل نوع فمثلا في دوائر التوالي يكون التيار متساويا لكل الاحمال بينما يكون فرق الجهد هو المتساوي للأحمال في دوائر التوازي كما أنه إذا تلف أحد الأحمال في دائرة التوالي فسيقطع التيار مما ينتج دائرة مفتوحة كما هو الحال في هذه الصورة بينما في دائرة التوازي لا ينقطع التيار